هذا وتسأل هل النقاب فرض أم سنة أختار رأي العلماء القائلين بالوجوب ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ولقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن والإدناء فصره عبيدة السلمان بأن غطى الجسم كله وبما في ذلك الوجه وأبرز العين اليسرى وكذلك في هذا الصدد قال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب وقالت عائشة رضي الله عنها لما رأيت صفوان ابن المعطل خمرت وجهي بجلبابي قالت أسماء أيضا كنا إذا حذينا الركبان أزدلت إحدان جلبابها على وجيها فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدان جلبابها عن وجيها هذا وقد أرضى بسنة صحيح عند البعيقي وغيره أن جرير بن حازم دغل على حفصة بنت سيرين وكانت من القواعد من النساء فوجدها تنقبت فقال يا أمة ما هذا ألم يقل الله والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قالت يا بني أكمل الآية فأكمل الآية فقال قال في تمام الآية وأن يستعففن خير لهن فقالت يا بني هو إثبات النقاب تعني حتى للقواعد والله أعلم